مرحبا شواب فرق ديابكم مرحبا شواب فرق ديابكم وزعت ديابكم جديد صار لفترة طبعا لم يمسوا بفيديو وهذا شي انا ناسف عليه بس شوية جيتني مرضى وقررت انقطع عن الفيديوهات على التصوير بس اكيد راجعين نسوا وليوم عندي في الفيديو يكمل بسلسلة الفرق بالقبضة اليوم هو الفيديو الثاني واللي راح نحتي به عن الترايسيبس الفيديو الاول عن البايسيبس فاذا لم ترى هذا الفيديو راح خلي الرابط مع الفيديو جواب بسرعة بصوصة حتى تشوفها وحتى شوية تكون عندك فكرة عن الموضوع كل يتار بثو ما طال عليكم خلونا نبدأ في فيديو اليوم اليوم هو الفيديو عن العضلة الثانية اللي هي الترايسيبس واللي هي عضلتين مفضلة فاذا عضلة كلش حلوة عضلة تشكل ثلثين للذراع فاذا اهتميت بها شوية وعرفت شون تمرنها بشكل صحيح راح تنطي لك الضخامة اللي تريدها بذراعك الضخامة اللي تريدها بذراعك مو بس تمرن البايسيبس وها هي بالعكس تمرن الترايسيبس اللي هي الجزء الاكبر من ذراعك فراح تنطيك اكيد الفخون بالذراع اللي تريدها لكن اليوم موضوعنا هذا موضوعنا اليوم هو عن القبضة بس فخلينا مثل فيديو سابق اكيد راح نحتي اول مرة بالتشريح نفتر مع عضلة من بادي وان انتهية شنية الروس اللي تتكون من عندها يا مفصل التأثر ويا تمرين يشغل يا راس من من العضلة المالتنا فاكيد نجي اول مرة على التشريح مالتها نجي الترايسيبس مثل البايسيبس قلنا سب يعني راس تراي يعني ثلاثة فاذا هي عضلة مكونة من ثلاثة عندك الراس الطويل واللي هو الراس الداخلي هذا الراس يعبر مفصل التشتف يجلب بلوح الكتف فما يبدي من نانة يبدي من نانة يجلب بعضم الزند وعندك الراس الخارجي أو واللي هو يبدي من العضم من العضد فما يعبر هو مفصل التشتف ويعبر مفصل المرفاق يجلب بنفس المكان وعندنا راس الثالث هذا الراس يكون جوه الراس القويل وجوه الراس الخارجي أو الراس القصير وهذا الراس ما تقدر تشوفه لانه مثل ما قلت لك فهو صعر جوه الراسية هذا أهمي أن ايضا مثل الراس الخارجي يبدّ من عضم العضد ويعبر مفصل المرفاق يجلب بعضم الزند هذا هو العظلة تريس بس كونا لنرى كل رأس الشغلة و كل رأس مسؤول عن ما الرأس الطويل يقبل مفصل الشتف و المرفق فهو لشغلتين من يم مفصل المرفق هو شغلة تريس بس كوليتا بأنه تفتح الإيد وهذا نسميه يساعد بالموضوع و ليس شغلة الأساسي لكن يساعد بالموضوع لأنه يبر مفصل الشتف و يبر مفصل المرفق فبيه وظيفتين خليها ببالك لأنه هي التي تفيدنا طبعا الرأس الطويل بما أنه أطول رأس و أكبر رأس فيكون مسؤول بالدرجة الأساس بأنه ينطيك الضخامة للترايس اس مالتك بأنه ينطيك اللحم خلي نقول للذراع مالتك للترايس اس مالتك الرأس الخارجي بما أنه للخارج و صاير هذا الشكل الحلو مالتك بأنه هو مثل مثل خلي نقول عقربة زيان فرح ينطيك الشكل الحفرة مالترايسيبس و رح ينطيك الجمالية مالترايسيبس أكثر زيان و مثل ما قلنا بما أنه هو هذا الرأس يعبر بس مفصل المرفق فإذن كل شغلة بأنه هو يفتح الإيد بهذا الشكل بأنه ينطيك هذا الرأس الخارجي بأنه يفتح الإيد بهذا الشكل والذراع مالتك هذه هي الروس ثلاثة الترايس اسمالتك وهي وظيفتهم فإنه يجب أن يكون هناك فرق بالقبضة الأولى و إذا لم يكون هناك فرق بالقبضة الأولى مثل البايسيبس بما أنه هو عكس البايسيبس صحيح فهي تأثر على نفس المرفق نحن قلنا بأن مفصل المرفق ليس بس فلكشن و إكسنشن بس هيتو 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 صفح يمنى يسرى برا جوه لا يوجد هذه الموركلية فإذن بما أنه يؤثر على نفس المفصل الذي تأثر عليه فإذن لا يوجد فرق بالوسط و الضائق العريض لأنه أنت من داد فرق قلنا بالفيديو السابق بأنه الفرد تكون مفصل الشتف فما العلاقة بالترايسيبس وليس فتفر إيدك تفتح إيدك لبره وترجع الشتف لورا الراس الطويل قلنا هو يقبر مفصل الشتف و يقبر مفصل المرفق حتى أحول التركيز على راس من الترايسيبس لازم أخليه بستريتش قلنا هذا الموضوع حتى أحول على الراس من ذلك العضلة لازم بالبداية أخليها أنه تكون ممتدة يعني تكون بها stretch حتى أحول اللود عليها ثانية الترايسيبس قلنا هي أنت تقلص إيدك بهذا الشكل فعكس هذا stretch يعني إيدك تأتي بهذا الشكل تمام؟ تمام قلنا الراس الطويل هو شغلة يرجع الشتف صح؟ حتى نطيس راج يجب إيدي تكون بالعكس فإيدي منه تكون فوق راسي سيحول على الراس الطويل وهذا مثلياتا مارين أي تمارين تكون إيدك في فوق راسك تمارين بالبكرة بالبار بالزيت بالدمبلس بالجهاز فأنا سأشعر هذا التمرين على الشاشة وهو التمرين كل شيء أحبه لأنه في التمرين يركز على الترايسيبس وأنه على الراس الطويل من الترايسيبس وتمرين سهل وأساسي كل شيء أهم شيء تنزل به كامل هذا أهم لأنه ليس من الموضوعنا ولكن أحب أن أقول لك على النصيح بأنه لازم تنزل كامل لازم 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 تنزل كامل لا تنزل عن النص وتساعد الترايسيبس هستوها بها stretch هستوها بدأت تشتغل؟ انت ساعدت فأي التمرين إذا تكون فوق راسك سوف تعمل الراس الطويل أو الراس الداخلي من الترايسيبس لماذا؟ لأنه قلنا من عملت هيتي ومع مفصلة للترايسيبس فقط من عملت ايدي بعد الراس الطويل من الترايسيبس بأنه الراس يقوم بمفصلين الترايسيبس والمرفق بينما ذلك الناس يقوم بمفصلة من الواحد فأصبح بها stretch من الشتف ومن المرفق فأصبح بها أقصى انبساط وهذا ما سوف نطيني أقصى تقلص مثل ما قلنا بالفيديو السابق فهذا حتى أحول على الراس الطويل طبعا أرجع و أقول لك بأنه أنت تحول ليس عن الراس الباقي من الاشتغل لا التركيز يكون على ذاك الرأس أكثر من ذاك الرأس نجي شوان أحول على الراس الخارجي أو الراس الباقي بما أنه هي لا يقوم بمفصلة فلازم ما أفعله؟ لازم أخليه نكون باقصة فعكس هذا إذا تكون وراء جسمي مو فوق رأسي إذا تكون وراء جسمي بهذا الشكل فأي تمرين إذا تكون وراء جسمك صار الراس الطويل خلنا نقول أقصر أو بأنه يكون متقلص نوعا ما فلذلك لا يستطيع أن يتقلص لأنه أصلا متقلص فلن تتقلص من عنده فلن يصبح التركيز أكثر على الراس الباقي ليس لأنهم سواء التركيز من المرفق فأي شيء إيدك وراء جسمك سيركز على الراس البرا وهذا مثل تمرين كيكباك الذي ترى على الشاشة تمرين كل شهر وشوف إيده ساعدة لفوق وراء جسمي هذا الشيء يجعل الراس الطويل بموضع قصير بموضع موضع متقلص بأنه موضع ممتد لا يستطيع فأيكون تركيز على الراس البرا وهذا رح ينطيق الشكل وهذا رح ينطيق الفرامال ترايسيبس أو الحفرامال ترايسيبس وهذا كل لا ينطيق وسط عريض ما ينطيق ايدي بمكان جسمي وين صار فوق راسي طفي لوراء كل ما انت ايدك تسعد لفوق كل ما تحاول الشفت على الراس الطويل كل ما ايدك تزل تبدي تروح وراك فانت كل ما تتأخذ الشفت من الراس الطويل توديه للراس الخارجي أو الروس يعني ثلثين الباقات تمام نجد ان تتفر الايد بما ان الترايسيبس مشكلبه في عظم الزين ليس الكعبرة فالزين الثالث لا يحرك من انت تفر ايدك انت تجيب الكعبرة على الزين ففر الايد بالترايسيبس لا يوجد علاقات هذا شغل البيسيبس بيسيبس بيسيبس تتقلص البيسيبس لا فلاح تقول لي لا انت موقف عدل ومقلوب صحيح وهذا اهمينا بي ان شاء الله فعالعموم هذا الفيديو اتمنى انه ستكون عندك فكرة اوضح عن الترايسيبس وشوان تقدر تحول بالموضوع هذا الفيديو ان شاء الله تتابعني الفيديو الجاية ولا تنسى لايك تنسى تعليق اذا عندك سؤال اذا عندك فكرة تريد نسويها اكتب لي بالتعليقات وسوي الاشياء خلي جماعتك يستفادوا خلي القناة تكبر شكرا لكم وشكرا لوقتكم تابعوا ان شاء الله الفيديو الجاية